بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه لهدات المهتدين أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم فأنت أرحم الراحمين وما بعد اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعامل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس النور وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا روضة من رياض الجنة آمين تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض متعلقات الحج فإن بعض الإخوة الذين رجعوا من الحج يرسلون لنا الرسائل عبر وسائل التواصل يسألون عن بعض الأمور التي فعلوها في الحج وبعض الأمور التي نسوها وبعض الأمور التي فعلوها وظنوا أنهم مخطئون فيها يسألون عن مدى صحة أعمالهم من عدمها وفيما لو كان هناك كفارات أو عدم وجود ذلك فتكلمنا في الجمعة الماضية في هذا الموضوع ونستمر ونكمل ما دمنا في شهر ذي الحجة الحرام نكمل كلامنا حول متعلقات الحج لأن الرسائل ما زالت تصل وخاصة أن بعض الإخوة يعني لم يرجعوا إلى الآن هم في المدينة المنورة أسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الحجة والعمرة والزيارة ففي هذا الموضوع وفي غيره نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف أرقام هواتف المعتادة كالعادة والتي ترونها أمامكم على الشاشة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال الرسائل التي ترسلونها إلى صفحة قناة الفلوجة حيث يبث فيها برنامجنا الآن بثا مباشرا على الفيسبوك هياكم الله ونتشرف باتصالكم وبرسالكم نبدأ أولا بالرسائل التي وردتنا عبر الفيسبوك هنا أخ يسأل يقول ما حكم من صلى من حج حجة التمتع هل يجوز له بعد أن يكمل عمرته أن يباشر زوجته قبل أن يحرم لعرفة بالنسبة لحج التمتع أيها الإخوة أن يبدأ الإنسان نيته بعمره ليس بالحج يذهب باتجاه مكة المكرمة يدخل من أحد المواقيت يدخل من أحد المواقيت مواقيت مكة في كل منطقة هناك ميقات لا يجوز أن يتجاوزوا الحاج يعني مثلا من جهة العراق هناك ميقات ذات العرق من جهة المدينة هناك ميقات ذي الحليفة المعروف ببيار علي هناك ميقات من جهة اليمن اسمه يلملم هناك الجحفة هناك الجع الرانة ولأهل مكة يوجد ميقات التنعيم بسجد عائشة فهذه كلهم مواقيت طيب المتمتع يعني الحاج حجة تمتع وهو ثلاث أنواع تمتع وإفراد وقرام الذي يحج حجة تمتع ينوي بالإحرام عندما يأتي إلى مكة المكرمة ينوي العمرة لا ينوي الحج بحيث إذا أتم المناسك العمرة وهي طواف وسعي وتقصير فقط خلص يكون حالوك حال أهل مكة ينتظر يوم عرفة بعدئذ يحرم للحج أما حج الإفراد فينوي بأول دخول مكة من الميقات ينوي الحج لذلك يبقى محرما إلى يوم عرفة أما القارن ينوي في إحرامي مقارنة الحج والعمرة سويا وهو أيضا يبقى محرما على أي حال بالنسبة لمن نوى حج التمتع ينوي عمره فقط فإذا تحلل منها بعد أن يكمل يتحلل لا يبقى بإحرامه لكن عليه دم عوضا عن التمتع ما معنى التمتع الترفه بالملابس والترفه بالعطر والترفه بكل محظورات الإحرام بما فيها الجماع فيجوز للرجل إذا أكمل العمرة قبل أن يأتي يوم عرفة نعم يجوز له أن يجامع زوجته إذا كانت معه في مكة المكرمة نعم سؤال آخر أخ يقول كان ذهابنا إلى الحج بواسطة مطار جدة ذهبنا من مطار بغداد إلى مطار جدة وقد انقسم الحجيج إلى قسمين فبعضهم أحرم من مطار بغداد وبعضهم لم يحرم وإنما ذهب بدون إحرام إلى مطار جدة فمن حكم في هذا طيب جدة قريبة جدا من مكة المكرمة تقريبا يعني المسافة بينهما تقريبا سبعون كيلومترا وهي تابعة لمنطقة مكة المكرمة لكنها ليست حرما جدة ليست حرما وجدة ليست من المواقيت لذلك من ذهب إلى جدة لا يجوز أن يحرم منها ويذهب إلى مكة المكرمة لا يجوز إنما هو مخير بين ثلاثة أمور الأول أن يحرم من مطار بغداد لأنه إذا ذهب من بغداد سيكون في الجو والسماء ميقات يعني كما أن هناك ميقات اسمه ذات عرق ما بين العراق يعني ذات عرق تابع الآن إلى حدود المملكة العربية السعودية بداخل المملكة لكنه بين العراق وطريق مكة فالعراق عندما تذهب الطيارة من العراق الميقات الذي يسمه ذات عرق موجود الآن ميقات ومسجد وفي حمامات غسل ومكان تبديل الإحرام الإحرام ممتد من الأرض وإلى السماء فإذا أحرمنا من العراق فقد اجتزنا الميقات محرمين وهذا أمر جيد هذه الحالة الأولى الحالة الثانية تحرم في الطائرة وفي الغالب الطيارون ينبهون عند الطيار في الطائرة وقد رأينا ذلك في عدة مواقيت الأفضل أن يفعلها الطيار وفي الغالب هم يفعلون ينبه يقول نحن اقتربنا من ميقات كذا فمن أراد أن يحرم فليحرم فيمكن أن تحرم بالطائرة ولكن هذا المر صعب ربما يعني الثاني يخلع ملابسه وكذا لا توجد أماكن تبديل ملابس في الطيارة فالأفضل أن يحرم من مطار بغداد أما إذا وصل إلى جدة فيجب أن يخرج من جدة إلى أقرب المواقيت يعني إما أن يذهب إلى ميقات الجحفة وهو تقريبا أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات من جدة أو يذهب إلى ميقات آخر اسمه الجعرانة يذهب إلى واحد من هذه المواقيت ولا يجوز أن يذهب من جدة لا يجوز أن يحرم من مطار جدة لذلك فبدلا من أن يتعنى هذه المسافة يقطع مسافة من ساعتين ثلاث ساعات ربما أربع ساعات بحسب الطريق والسرعة يمكن أن يحرم من مطار بغداد وهذا أفضل وكذلك جميع البلدان إذا كان من العراق أو كان من سوريا أو كان من الأردن كان من تركيا هذه البلدان التي يعني البلدان الإسلامية أو من مصر الأفضل أن يحرم إذا أراد أن يذهب إلى جدة الأفضل أن يحرم من مطار بلده لكن من أراد أن يذهب إلى المدينة المنورة لا حاجة أن يحرم لأن في المدينة هناك ميقات وهو ميقات ذي الحليفة فإذا ذهب في المدينة يذهب بلباسه فإذا ذهب من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نعم يحرم من محرم ميقات ذي الحليفة الذي هو بيار علي نعم دائم بالنسبة للسؤال أخ طيب أبو علي من الموصل تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ العزيز الحمد لله بخير حياكم الله الله يسلمك شيخ العزيز أطراف الكعبة ليش يعني سبع مرات والسعي طيب أريد أعرف ليس يعني سبع مرات طيب معنا سبع مرات ليس تمام خي دك سؤال آخر شكرا إياكم الله سؤال آخر أبو علي من صلاح الدين ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ العزيز الحمد لله بخير حفظكم الله الله يخليك أني بيت أسسل إذا أمكن نعم تفضل السؤال الأول ما حكم العاقل لوالدي ومغسر لهم في جميع الأحوال طيب السؤال الثاني ما حكم المهر المؤخر المؤخر عند الزوجة عندما يموت الرجل أو يترك مالا زين وسؤال الثالث هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق دون علم زوجها طبعا ذلك هو ما يرضى يعني ما يرضى يتطبع زين وممنونها يعني المنة لله طيب الأخذ سهام من إديالة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز ممكن شوال بل زحمة عليك تفضلي أختي أنا موظفة وعندي راتب يصير أتصدق من راتبي أو أنطي الأقاربي بدون علم زوجي طيب ديك سؤال آخر أختي نعم تفضلي أكون فد شخص يوم من الأيام اتجرحته بكلام طيب وحاليا ما أقدر أو أصلى أعتبر من عنده أو أكثر عن ذنبي لأنه أنا أحس بنفسي أخطأت بحقه لشون أقدر أكثر عن هذا الزنب طيب حالو نعم أختي معك يعني شخص بينك وبينه يعني شخص بينك وبينه قطيعة هي مرأة ولا رجل لا لا شيخ مو قطيعة إذن صار حديث صار حديث بيني وبينه فهو أجرحني بكلام أنا أجرحت بكلام يعني غفة هواية طيب فخصة حاليا ما أقدر أتواصل ويا فشون يعني أقدر أحس بنفسي أنه أخطأت بحق هذا الشخص وشون أقدر أكثر عن هذا الزنب طيب حاليا ساكنة إيجار عبد الإيجار يجري ليطلعهم من الإيجار بس هما ما أعدهم يعني ما كان يروحهم بيه مضطرين يعني يجلون على الناس يظلون قاعدين بالمكان يعني شون تقول يعني بالقوة يعني يلا يوافق بس هما هو يريد البيت المهم يعني تقدر تسحد سلفة إنه تشتري بيها قطعة أورب أو بيت بالتجاوز تحقلها السلفة من المطرف يعني هما لو طلعهم صاحب البيت ما عدهم وارد يقدر يأجرون ببيت آخر هي أحدها راتب بس الراتب يعني تقدر تأجر به بس تقولي لا متى يعني يقدر زوجها أختي إسمحيلي زوجها عند راتب نعم بس هنا ما ينفق عليها من راتب غصبني عليه أنفق عليها شون ما ينفق عليها طيب الإيجار بس اسمحيلي زوجها معها زوجها وإياها وهي تدفع الإيجار زوجها وإياها بس هو ما ينفق عليها ولا حتى يدفع إيجار لا لا ما ينفق على البيت ولا يدفع إيجار هي يعني بتكافلة بكل شيء خريب يعني حتى قطعة الأرض هاي اللي تريد تشتريها يعني تريد تشتريها من ها نفسها يعني حتى ما يساعدها بهذا الاشتراع يعني حتى الأكل هو يأكل من فلوس زوجتها وهي ليش توافق يعني هي فيما لو تنعت أختي أختي يعني فيما لو تنعت فيما لو تنعت هي عن دفع الإيجار الشي سوى قبل البيت رح يطلع تقدر تقول لها زوجها رح تطلع ويانا زوجها وين نروح يروح وياها باللي تشتري هي أو اللي تأجر هي افترضي لا أجرت ولا اشترت والله يا شيخ ما أعرف بعد بس يعني هو حلال لزوجها كله يعني من راتب أختي المثل يقول الميدة نقراسة ما حتى يساعد على ظهرها فهي ليش توافق على التخلي عن حقها هو إيجار البيت والمصرف والنفقة كاملة هي في ذمة الزوج وخاصة رجل عند راتب فهو لما يشوف زوجته تدفع الإيجار وتتكفل بالبصاريف وياكل من أكل زوجته وما يحس بالمذلة وما يحس بالإهانة وما يحس بالنقص أكيد هو راح إذا كان هو لهذه الدرجة من الدناء ومن المكان الواطئة إذا كان بهذه الدرجة يوافق أنه يأكل من راتب زوجته هو عند راتب فهو أكيد هذا يعني يستغل هذا التصرف من زوجته المفروض يتم تنع عن الأكل وعن الشرب هو بيش على رحس راح شوف نفسه مجبور تقول له والله يا خان ما أصرف بعد لا أدفع إيجار ولا أصرف ش راح يسوي خموية راح يبقى ينام بالشارع إذا هيمتنعت عن الإيجار راح يطردهما بالبيت طيب عليتي حال أخني لا بس يعني حول ولا قوات الله بالله أجيبكي نجيب على سؤالك نعم أحمد منينا واتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخنا شوانكم وراكم الحمد لله بخير حفظكم الله الشيخ بس هدي فغرة بل حياتي نعم فضل الله ما مهديني على الصلاة ما هديك على الصلاة تمام ولا عصوم الحمد لله بل الله هديك على الصلاة أخي الله هديك على الصلاة بس أنت ممتنع لا تقول الله بحالي يعني بنوابه ما أقدر بنوابه يعني أصلي خمس تيام أسبوع أو أتركها ثانة سنتين الله هديك على الصلاة ولكنك امتنعت عن قبول الهداية راح أقول لك شوان هديك تمام الله سبحانه وتعالى من دزلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هداك من نزل القرآن يعني هداك من علمك أكو جنة للي يصلي وأكو نار للي ما يصلي أنا هداك بس أنت ماذا ترضى بالهداية الله سبحانه وتعالى شو تقول على ثمود ثمود اسمح لي بس أقول لك كلمة بس أقول لك كلمة ثمود ثمود الله سبحانه وتعالى ذكر بينهم اخالفوا صالحا وهم من أهل النار ورغم ذلك قال فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدا الله قال هديناهم ما معنى هداهم يعني أن دزلهم نبي وهو سيدنا صالح عليه السلام بس استحبوا العمى على الهدى فأنتك ذلك الله تعالى هداك لكنك يعني لم رفضت الهداية أنا قلت لك شيخنا أنا أصار صوم يعني ما كو عم يحب ربه بس يعني قلت لك شكلتها صلاة أنت على خطر عظيم أنت تقف على طرف وادي سحيق من النار ستسقط فيه بمجرد أن تموت ولا تدري متى تموت ربما اليوم واضح لا أعرف شيء يعني الساعة الحل يعني شلون الحل أنه ما تشمل لك شفاءة رسول الله صلى الله وسلم إذا متت على هذه الحالة يا أخي الصلاة الصلاة هي ما ياته الله أكبر هي كلها مالة الخمسة وقات يالله يسمون ربع ساعات للساعة يعني لا يكشيخنا بس يعني الله ما هاديني على الله هاديني على لا تقول الله ما هاديني لا تبقى برأس رب العالمين الله هاديني عليها لكن أنت ممتني على الهداية أنت مادة تقبل يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا هذا امتحان طيب وهذه الأسئلة هذا الحل ما لها الغريب أن الامتحان الذي سيكون بالقبر الأسئلة ماتت محلولة صار 1400 سنة هالأسئلة محلولة لكن مشكلة لحد الآن أكو ناس ترسب امتحان أكو إنسان أحمق حشاك أكو إنسان أحمق تيجي الأسئلة محلولة بالامتحان وميحلها زيان؟ أكو إنسان تيجي الأسئلة محلولة وميحلها تيجي أسئلة محلولة ويرسب بالامتحان ماكو ايشي احنا الأسئلة متى القبر محلولة كلها من ربك من نبيك كنت تصلي هذا حرام هذا الحالة باختصار هذا طريق الجنة وهذا طريق النار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنتم معرضين لإختبار وهاي الحل ما الأسئلة لا تقول الله ما هيداني الله هيداك و جاب لك الأسئلة محن ولو قال لك هذا الامتحان ماكو بعد مدرس يريدك تنجح بهالشكل ورغم ذلك الأسئلة رغم أنها حلت منذ 1400 سنة لك لا يزال هناك من يرسب ولا حول ولا قوة الله بالله زين عيني نرجع إلى الأسئلة لو عندها اتصال آخر بس وقف الاتصالات أخي المخرج وقف الاتصالات الأخسال لماذا الطواف سبعة أشواط والسعي كذلك سبعة أشواط هذه الأحكام تسمى الحكام التوقيفية ما معنى التوقيفية يعني غير معللة ليس فيها علة ليس فيها سبب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم يعني مثل ما أسوياني اعملوا مثل ما أصلوا كما رأيتمني أصلي لماذا الأسرار باركعات طيب لماذا تحديدا الفاتحة يجب أن تكون في كل ركعة هذه أمور توقيفية الصيام لماذا في رمضان فقط دون باقي الأشهر لماذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لماذا ليس إلى الظلام مثلا هذه كلها أمور توقيفية هكذا أرادت منها شريعة عندما نقول توقيفية أن نتوقف عن السبب زين يعني هي ليس سبعة لو ثمانية هم كان قني ليس ثمانية لو ثلاثة هم كان قني ليس ثلاثة ولازم يكون هناك عدد الأخصة عن حكم العاق المقصر في تأدية واجبات أبويه ذكرنا في عدة مجالس قلنا العاق لا يشم رايحة الجنة لا يشمل برحمة الله لا يشمل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النار وهذه كبيرة من أعظم الكبائر وليس هناك كبيرة أعظم منها إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى وقلنا بأن عقوق الوالدين لا تكفي فيه التوبة يشترط التوبة مع رضاء الأم والأب لأن رضاء الله تعالى مشروط برضاهما نسو الله تعالى السلامة والعافية زين الأخصة لعن حكم المهر المؤخر إذا مات الرجل وترك ترك إخوان المهر المؤخر يعني في بداية الإسلام أو في الشريعة الإسلامية لا يوجد شيء اسمه مقدم ومؤخر هو مهر واحد المرأة تستحق نصف المهر بمجرد العقد تستحق نصف المهر فإذا دخل بها استحقت المهر كاملا لكن لا بأس أنه يكون في العرف المهر يقسم إلى مقدم ومؤخر فعند العقد المرأة تستحق نصف المقدم ونصف المؤخر وإذا دخل بها استحقت كاملا لكن إذا ذكروا في العقد وقالوا المهر المؤخر يكون عند أحد الأجلين ربما هذه الكلمة لا تذكر إذا قال المقدم كذا والمؤخر كذا خلاص المرأة قبل الدخول بالعقد تستحق نصف المقدم ونصف المؤخر يعني نصف المجموع وإذا دخل بها استحقت المهر كاملا يحق لها أن تطالبه بالمهر بعد الدخول مباشرة من أول يوم لكن إذا قالوا المهر المؤجل مؤخر يعني عند أحد الأجلين هنا لا تستحقه إلا بموت أحدهما أو بالطلاق عند إذن تستحق منه المؤخر لماذا؟ هذا مهر المشروط وضع شرط وهو أحد الأجلين الطلاق أو الموت نجح عن موضوعنا إذا كان المهر مؤجل إلى أحد الأجلين ومات الرجل هنا استحقته المرأة ويجب أن يخرج من التاركة من المراث قبل أن يوزع على الإرث على الورثة لازم تأخذ حقها مش قلت شان المؤخر كذا تأخذها إذا كان الذهب بالمال بأي شيء آخر تأخذها الباقي يقسم على الورثة حتى لو كان المهر يستغرق التاركة كلها وما يبقى الشيء الورثة خلاص لا يبقى هذا حق هذا حق تبرأ به ذمة الميت أو لا من الورثة زين عني؟ فبعد إذن بعد أن تأخذ المرأة إرثها يقسم والتقسيم على الورثة هي هم تستحق منها المرأة تأخذ ثمون إذا كان عند الميت فرع وارث ابن أو بنت أو أكثر وإذا ما كان عنده شيء فالمرأة تستحق الربع الربع التاركة هذا عدا المؤخر ما لها عدا المؤخر ما لها هذا حق للمرأة ويجي يقول لك الإسلام ظلم المرأة وان يا أخي وانك شريعة تعطي المرأة حقوق كهذه الحقوق زين الأخ أيضا سأل قال ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق بدون علم زوجها علما أن زوجها لا يرضى بذلك بلا شك حرام ومن الكبائر عليها وتسقط فيه حق النفقة المرأة لها حق النفقة في ذمة الرجل لكنها بخروجها بدون علمه وبدون رضاح تعتبر ناشزة من حق الرجل أن يقطع عنها النفقة تعتبر ناشزة لكن أحيانا هناك رضا سابق مثلا معروف أن المرأة اللي تطلع تسود والرجل يدري وراضي مو كل ما تطلع ألا تقول له أرد أطلع إلا إذا ذهبت إلى أماكن ربما هو لا يرضاها هنا لا يجوز إلا برضاه أما إذا علمت أنه يرضاه فهذا جائز أما بدون رضاه أصلا لا تعتبر ناشزة وتسقط النفقة إضافة إلى أنها وقعت في غضب الله سبحانه وتعالى وتلعنها الملائكة طيلة ما هي خارج البيت هي مستمرة تلعنها الملائكة وتدعو عليها بالغضب زين أخت سألت بأن عندها راتبا هل يحق لها أن تتصدق بدون علم زوجها نعم يحق للمرأة أن تتصدق وأن تتصرف وأن تشتري من راتبها كيف ما شاءت بدون علم زوجها بل وبدون ريضا زوجها حتى لو علم الزوج ومنعها يحق لها أن تتصرف هذا لأن الزوج هنا لا يحق له أن يمنعها منهم هذا المال مال حق للمرأة نوبات بعض الرجال يتدخلون في مسائل مرتبات زوجاتهم إما أن يجبروهن أن ينفقن على البيت وهذا حرام لا يحق للرجل أن يجبر المرأة أن تنفق على البيت لا يجوز النفق في ذمتي هو ولا أن يأخذ منها إجارا ولا أن تقاسمه النفق ولا شيء آخر ولا يحق له أن يمنعها طبعا إذا كان راتب أو كان ربما هي تعمل مش شرطا لراتب يعني عمل تجارة أو عمل بيع شراء أو ربما عدم ورث أهلها ولا يحق له أن يمنعها أن تعطي لأهلها أو أن تتصدق أو أن تفعل بأموالها ما تشاء هذا حق خالص للمرأة سألت مرأة أنه كان اختلاف عندها مع شخص وجرحته بالكلام ولا تدري أين هو الآن استغفر له وادعي له الله سبحانه وتعالى طيب هنا ذكرنا ذكر الأخ سؤال بأن هناك مرأة الزوج عنده مرتب دوراتب لا ينفق على الإيجار ولا ينفق على البيت إنما تنفق المرأة فقط النافقة والإيجار وصاحب البيت يريد أن يخرجهم تقول هل يجوز أن تأخذ السلفة الرباوية لتشتري بيتا لا يجوز ذلك لا يجوز لأن تصرفك أصلا خاطئ لماذا تسمحين لزوجك أن يتراخى ويعتمد عليك يا أختي زوجك مخطئ زوجك آثم عندما يجبرك على دفع الإيجار يعني ولا تعاون على الإثم والعدوان أنت تعين موافقتك موافقتك على دفع الإيجار هي إعانة له على الاستمرار بغيه بتصرفه المشين هذا أختي الكريمة لا تدفعي الإيجار لا تدفعي الإيجار ليضطر هو أن يدفع الإيجار ولا تنفقي على البيت ليضطر هو أن ينفق على البيت نعم طيب إذن رغم أنه أيضا الأخوة تسألت بأنه عند راتب أصلا على يتيحال أختي لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك نعم أخي المخرج افتح الاتصالات حتى نذهب إلى الفيسبوك هنا أخ يسأل يقول هل زيارة المدينة المنورة واجب أو نسك من مناسك الحج هي ليست نسكا وليست ركنا من أركان الحج فمن حج يعني جميع المناسكها في مكة المكرمة وما حولها من المشاعر المقدسة أما المدينة المنورة هي ليست من المناسك لكن زيارة المسجد النبوي وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات ومن عظائم الأمور سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج وحقيقة ليست من المستحسن أن يذهب الإنسان ويصل إلى الديارة المقدسة دون أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي نعم لكنه ليست من المناسك على حال الحج صحيح الحج صحيح رسول من الموصل تفضلي أختي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي شونك شيخ الحمد لله الشيخ ممكن سؤالين تفضلي أختي أول سؤال أنا زوجي استشهد رحمة الله علي وعندي معاملة طيب والمعاملة يعني لازم نمكتر سلامة موقف نعم المختار ما يقبل يعملني سلامة موقف وما عندي أحد يعني لازم ضروري أنا وحلي وأخبره يحسن أنني مقاملا لا لا لنجل علاقة أو أنا حرم هذا الشي لا حوله ولا قوة الله بالله ماذا يريد المختار؟ يعني ماذا يريد المختار؟ ليت فحتل الله علي واني عندي أطفال وإيجار بيتي لاتبي يعني ولاني صارت بيدي الراتب مالك يعني لو لم يقبلها السلامة في الموقف ما تمشي لمعاملة مالك المختار يريد رشوة أم ماذا يريد؟ لا لا يريد علاقة يعني شيخ علاقة يريد علاقات لماذا لا تشتكين عليها والله فراحة أنا مر وأخاف أختي لا تخافي اشتكي عليه ولكن قبل أن تشتكي عليه كلمي رجلا من أرحامك رجلا من أقاربك من أرحامك يتكلم مع القوات الأمنية القوات الأمنية قبل القضاء القضاء ربما أضعف القضاء قد يكون ضعيفا إذا لم يستند إلى قوة إذا لم يستند القضاء إلى قوة شيخ ما حرام يعني عشنو ما عندي أصال وصاحبة حرام علي شن حرام تشتكين علي حرام تشتكين علي تقولين وعشن نسو عليش لا يعني ما حرام أشتكي علي بس يعني يصير عندي خوف يعني أخاف أختي لا تخافي لا تخافي يستعيني بعد الله سبحانه وتعالى بأحد أرحامك بأحد رجال صارحيه وقولي له بأن هذا الفاسق الفاجر يعني مثل هذا يجب عليك شرعا أن تشتكي عليه تعرفين لماذا؟ طلب منك هذا الطلب ربما يطلبه من غيرك أنت عندك إيمان بفضل الله تعالى منعك من أن تستجيب له ربما غيرك تستجيب له ربما غيرك قد تضعف في حالة ضعف في حالة حاجة في حالة عوز في حالة فقر ربما تضطر وتستجيب له هذا الرجل حرام وجريم أن يبقى في هذا المنصب يعني هناك من القوات الأمنية من الجهات القضائية هناك من عندهم غيرها بلا شك يا أختي يشتكي عليه ليأخذ جزاوه العادل هذا المجرم شيخ وسؤال الثاني يعني إحنا ما عدنا معينه تشتغل شغل يعني مع شباب مختلطة يعني أن الحرام حلال طيب أي يعني حلال ناس تقول حرام وإحنا نقلنا لما نعرف للمخبر الشيخ ونسأله نتأكد منه تسمع لجابة إن شاء الله حرام له لا تسمع لجابة إن شاء الله أختي أمي أمي من قبل 19 سنة يعني عندها ولادات صارت وما تعرف أنه يعني هذا الدين عليها هسا يعني أرفضت أنه دين وهي عصوم يعني خماءة تسمع لها شنو الدين أختي شنو الدين ها قصدكية يعني أفطرت في رمضان آه 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 رمضان يعني سنة بعض سنة شسمه يعني سرعتها ولادات وما طعمت ويعني محب يعني قال له هذا دين برقبت شو هاي طيب طيب يعني السن خماءة تسمع لها اسم عصوم يعني من أفطت حرام تمام تمام تسمع لجابة إن شاء الله لا حوله ولا قوة الله بالله نعم أم أحمد من الأنبار تفضلي أختي الشيخ عن قصراني نعم تفضلي الشيخ السرعاني الأول أنا والدي والدي متجهينين وحاجين بيت الله وعدهم بيت مع العائلة قلها يجي يسوون البيت باسم الولد الاثنين الصغار ويحرمون البنات أكو بنات ثلاثة أمرهم موزينة واحدة من بناتهم لا بيت ولا أخالتها فردنهم طيب شيخ وعدهم حتى البيت والقطع يريد يبيعونهم تيطرهم للولد طيب هاشيخ طيب معني نعم اسمعك سؤالك واضح أختي عندك سؤال آخر الفكرة واضح يريد يسجلون كل شيء واضح أختي واضح نعم نعم سؤالك واضح جدا وسؤال الثالي سؤال الثالي شيخ نعم معني اسمعك واضح أختي استمري سؤال يعني صوتك واضح جدا سؤال الثالي عندي زوجي متعركني ولا يصرف علي ولا على بنتي ومن حتى يفجرني والناس ساعدت لوني تقول لي رجعي ما حكم ذلك أنا جعر وعما أسرك بما بينه وبيانه يعني انتي هاجرت لا هو هاجرني شون يقولوا ليش رجعي ما الله هو انت بيديك يرجع وانت بيديك يرجع يهجرني مرة تسعة تشهر ومرة أربعة تشهر هاجرني من رمضان يحد الآن زيان أختي لما يقولوا ليش رجعي انت تقدريني تراجعي يعني؟ ايه أكبر رجعك شون فيها شون تراجعين؟ أمات يعني بالله هاي هو يقول لي أرتع لي يتمد شنو ويضحك علي يتفع لي يجار ولا يصيني ولا ينصر علي والغاتبة عندها وانت صلعت واخدهم شيء يحمل الله ولا قوات الله بالله طيب أختي طيب اهي يا شيء طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله زين سيف من كاركوك تفضل سيف معنا طيب الظهر انقطع آه الأخت سألت عن يعني أكرر الكلام الذي قلتها قلته لها آه زوجها ستشهد سوء الله أن تقبله في شهداء وتريد أن تجري له معاملة المعاملة متوقفة على ختم من المختار هذا المختار اشترط يعني أراد أن يستغلها والظاهر يا شابة أراد أن يستغلها استغلالا قذرا استغلالا خسيسا استغلالا دنيئا بالعلاقة التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى بها وهي المرأة عفت نفسها وتركت موضوع الراتب حاليا بارك الله فيك زادك الله شرفا زادك الله عفة حفظ الله لك عيالك يا أختي أختي يجب عليك شرعا يجب عليك أن تبلغي وأن تقيمي دعوة شكوى على هذا الفاسق وإذا لم تفعله فأنت آثمة لأن هذا منكر ويجب تغيره وباستطاعتك أن تغيره لكن قبل أن تذهب إلى المحاكم يجب عليك أن تأوي إلى ركن شديد أن تتكلم مع أحد أرحامك مع أحد أقاربك بواسطة مرأة من قريباتك تتكلم مع زوجها الممتصلون إلى رجل يستطيع أن يصل إلى القوات الأمنية وهناك فيهم من هو صاحب غيرة وصاحب شهامة ليوقف هذا الرجل الفاجر عن حده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما ضايعها يا رسول الله قال أن يسد الأمر إلى غير أهله هذا هنا المختارية وسدت إلى رجل ليس أهلا وإنما استغل هذا المنصب لأعماله الدنيا حق هذا أن يعاقب وأن يسجر عن هذه الأعمال مشينة وأن يقال من هذا العمل نهائيا نعم سألت أيضا عن أن أختها يعني هم في حالة فقر وما شاكل ذلك فأختها تعمل في مكان يكون فيه اختلاط بين الرجال ونساء ليس كل عمل مختلط هو حرام الأفضل للمرأة أن تبحث عن غيره بلا شك لكن الآن هناك مثلا المدارس ربما مدرسة معلمة المكان مختلط فيه أساتذة وفيه أستاذات فيه طلاب كبار المستشفى أيضا هو مختلط ويعني أغلب الدوار مختلطة فإذا كانت المرأة في عصبة من النساء مو بس هي مرأة وكلها زلم كانت في عصبة من النساء موجودة نساء كثيرات ولا يكونوا مع الرجال خلوة يعني ما يصير مكتب مغلق مزدود الباب فيه رجل مرأة فقط لا يجوز وأن تكون بكامل حشمتها تلبس اللباس الساتر غير متبرجة بزينة وغير متزينة بميكياج وما شكل ذلك إذا حافظت على كل هذا فإن شاء الله ليس هناك حرام لأن الفتنة تكون إن شاء الله في الغالب مدفوعة نعم وسألت بأن والدتها في سنوات ماضية بسبب الحمل كانت تفطر والآن تقضي يعني حسنا فعلت ما دامت تقضي الآن إذا كانت لا تعلم فليس عليها أكثر من القضاء ليس عليها الكفارة ما دامت لا تعلم لكن إذا كانت تعلم وتتراخى يجب عليها الكفارة مع القضاء باستثناء رمضان الماضي يعني الرمضانات الماضية يكون عليها الكفارة يعني ألف دينار مع كل يوم قضاء لكن بما أنها كانت لا تعلم ليس عليها شيء إن شاء الله سوى القضاء وليس عليها إثم طيب هنا أخت سألت بأن أبويها ذكرت بأن أبويها متدينان ورغم ذلك أرادوا أن يسجلوا البيت باسم الابنين الصغيرين أولاد يعني ابنين ويتركوا البنات والبنات حالتهم ضعيفة جدا وعد هذا البيت يوجد لهم بيت آخر وقطعة أرض يريدان أن يبيعها ويعطي أموالها لأذين ابنين فقط يعني هذا يجحاف وهذا ظلم وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث العداوة والبغضاء لذلك فالأمان آثمان ويحرم عليهم هذا العمل يجب عليهم العدالة يجب عليهم العدالة طيب وسألت أيضا بأن زوجها لا ينفق عليها تارك لها وقالت بأن هناك من يقول لها يعني أرجعيه إذا استطعت أن ترجعيه أختي يعني تعمير البيت أفضل من هدمه إذا استطعت أن ترجعيه وتقنعيه على البقاء معكم هذا أفضل لكن حقوق الزوج من حيث الفراش والطاعة تسقط عن المرأة إذا لم ينفق عليها زوجها الرجل إذا كان لا ينفق على البيت وطلب زوجته للطاعة سواء طلبها للفراش أو للطاعة وهو لا ينفق عليها هل يحق لها أن تمتنع؟ نعم يحق لها أن تمتنع ولا تعتبر ناشزة لا تعتبر ناشزة وليست آثمة لأن الفراش والطاعة يقابله النفقة فإذا كان لا ينفق عليها فيعتبر هو عاصي آثم مرتكب كبير متجاوز لحد الله سبحانه وتعالى وليس له حق على زوجته نعم لكن أختي حاولي أن تقنعيه حاولي أن تتكلمي مع من يتكلم عليه من الرجال الذين يؤثرون عليه عاصل الله أن يهديه ومع عبد الله من الفلوجة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ أخبارك الحمد لله بخير حفظكم الله تفضلي الله يخليك وأوضح معك شيخ بس حب أسألك سؤال رأي برقمك الشيخ لأن شغلة ضرورية أختي ذكرت لكم مرارا والله لا يوجد عندي رقم عراقي لا يوجد عندي رقم هاتف عراقي يعني التواصل بالفيسبوك التواصل بالفيسبوك حصرا والله ما أعرف يعني الفيسبوك استعيني بمن يعرف عليتي حتفضلي بسؤالك إن شاء الله بس شيخ أنا يصار لي 14 سنة ما أصوم ليش ما ليضر بيباع الشقيق فمن أصوم يعني يوم يعني أظلنا 14-15 يوم 15 يوم يعني ما أعرف هد مرة طيب 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 الشيخ أيضا أعرف يعني أنا ما أعرف يعني بوقت أمطي ما أمطي ما أصوم هو ما أعرف بس اللي هدها بالجدد يعني أعرف يقولون لازم تنطين كل شهر أنت لصومين ولا تنطين الفدية أنا هدها أنا ما أقدر أصوم أعرف يعني أنطي ما لهاي 14-15 سنة أنت عندك أنت عندك أنت عندك فلوس أنت عندك والله يا شيخ يعني حالي زوجي مو شي مو زوجي مو زوجي حتى لو كان زوجي غني حتى لو كان زوجي غني زوجي ما ملزم أن يدفع أمو كان تشفديا أنت شخصياً عندك؟ عندك راتب؟ عندك وارد؟ عندك وارد؟ عندك وارد؟ عندك راتب؟ عندك شيء أنت؟ من غير اللي أنتش يا زوجت لا الله يعني دا تجيني يعني كل شهر هسا بالجريد قاعدة تجيني فلوس خاصات بيت ممار زوجت اشتصالت بيت الشيخ زين أنا مدعرف يعني طير أسفا يعني شل اللده أمطي ما شيختي طيب تسمعي لجابتها إن شاء الله أهلاً وسهلاً طيب نرجع للأسئلة الأخ الذي سأل قال بأن الله تعالى لا يهديني للصلاة يعني تكلمت أنا معه أثناءها لكن نقول لا يوجد إنسان عرف الله وعرف أن هناك أنبياء وعرف أن هناك كتباً منزلة في أحكام ويقول لم يهديني الله الله هداك إخوان الناس ما فهم معنى ما معنى أن الله هدا يكون أسعباً لو يقولك إذا الله يهديني أقوم أصلي وأقوم أصير وأكون مؤمن وصير ولي مو هذه الهداية أخي هذا هو الاستجابة للهداية أما الهداية مثل ما أقول أهديني إلى الطريق دليني قال لما أدليك على الطريق ما راح فلشايلك ويقولك هاك أوصل أدليك ويقولك فوت منا هذا الطريق ووصلك للبيت لهذا نقول هداه إلى الطريق عندما نقول الله تعالى هدانا بمعنى دلانا على الطريق الصحيح عندما بعث الله لك نبياً وأخرجك من الظلمات إلى النور وعلمك وعلم أجدادنا بأن عبادة الأصنام باطلة وأن هناك إلها واحداً حاكماً آمراً ناهياً متصرفاً خالقاً وأنزل الله تعالى لنا قرآناً إذن هداناً لكن هل استجبنا نحن الهداية أو لا لذلك إذا واحد ما يصلي لا يقول الله مهاديني لا يقول قل الآن ما استجابت الهداية الله لأن الإنسان مسير ليس مخيراً الله تعالى قال من شاف اليوم ومن شاف اليكفر وقال إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وقال وهديناه النجدين يعني الطريقين طريق الجنة وطريق النار الله تعالى قال في ثمود قال فأما ثمود فهديناهم طيب لكن الله بيننا ثمود في النار طيب كيف هداهم وكيف في النار هداهم بنا بين لهم عندما رسل لهم سيدنا صالحاً عليه السلام وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدا فأخذتهم صائقة على ذا بالهون طيب فلا يحق لإنسان تارك للصلاة أو للصيام أو لأي عمل يقول إن الله لم يهديني أنت تكذب على الله مو أنت موسى إلا العفو آسف الإنسان الذي يقول إن الله لم يهديني هذا يكذب على الله فليحذر مثل ما أنت دا تمشي بالشارع واحد قالك دليني على فلان مكان ودليته وقلت فلان ما دلاني أنت ما تكون منكر نعم تكون منكر له إذا سمعك يزعل فإذا تقول الله ما هداني أنت تنكر شيئاً قدمه الله لك من اللي الله ما هدى اللي الله ما دزل نبي اللي يساكنين في بطون الغابات ولا يعرفون شيئاً والذين كانوا أهل الفترة قبل أن يبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون شيئاً أولئك الله لم يهدهم لذلك لا يحاسبهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالله تعالى هداك وبين لك بأن تارك الصلاة مجرم الله تعالى ماذا يقول في القرآن الكريم قال كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما الذي أسقطكم في هذه الطبقة المحرقة في جهنم قالوا لم نكن من المصلين هذه أول فقرة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوضهم على الخائضين صفات سماها الله تعالى بالمجرمين وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مشهد مخيف جداً فتاركوا الصلاة يا أخي الكريم احذر على خطر عظيم الصلاة لا تأخذ شيئاً من وقتك أعطانا الله في اليوم والليلة 24 ساعة والزمن مخلوق من مخلوقات الله الله تعالى أعطانا 24 ساعة كم ساعة منها أراد؟ كم من الوقت أراد؟ له نتفرغ له نسجد له نذعن بعبوديتنا له نقر بربوبيته لنا كم أراد منها نصف الوقت؟ يعني 6 ساعات؟ عفون 12 ساعة؟ لا أقولوا الله يراد من أدنى 12 ساعة لا نستطيع أن نقول لا عند جهة نبي دخلنا بها لكن الله لم يرد نصف الوقت الذي هو 12 ساعة ولم يرد ربع الوقت الذي هو 6 ساعات ولم يرد نصف الربع الذي هو 3 ساعات ولم يرد ربع الربع الذي هو ساعة ونصف ولم يرد نصف ربع الربع الذي هو 3 أو 4 ساعة أراد تقريباً ربع ربع الربع الذي هو ثلث ساعة إذا نجمع على وقات الخمسة مع وضوئها يلا سوالي عشرين دقيقة ثلث ساعة التي يتعادل من اليوم ربع 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 الله أكبر والباقي 23 ساعة وثلثين الساعة كلها يمكنك أن تأكل تشرب تلعب تذهب تتزوج تعمل كلها لك هذا الثلث ساعة الذي هو ربع 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 يريده الله منك تعزه عليك تعزه عليه سبحانه وهو الخالق وبيديه كل شيء وإن شاءه لكك والله جهنم قليلة إنصافا جهنم قليلة بحقك كلام عام ليس للسائل فأخي احذر خف من الله تقل الله الشيء الوحيد الذي تتواصل به مع الله المقابل المفتوحة هي الصلاة عمار من الموصل تفضل يا عمار عمار لا زال معنا قطع نعم اتصال ولا نرجع على الفيس اتصال ومعبد الله ومعبد الله من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع علينا وعليكم يا ربي عندي سؤال بخصوص العقيقة شيئك تفضلي يعني نوزعها مطبوخة نطبخة أو نوزعها نية طيب نعم لديك سؤال آخر والسؤال الثاني على الأضاحي لحم الأضاحي يعني يصير يبقى المحرم يقولون ما يصير يعني يظل المحرم ينكلم عندي طيب نعم شيكا منزل أفوا هيثم من الأنبار تفضل تصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعورك يا الحمد لله بخير حفظكم الله شعورك يا الحمد لله بخير أسمعك يا اسمعنا الهاتف تعد على التلفزيون من يميدا أسمع تلفزيونك شيك مطلوب من بير زين مطلوب من نذر شيك بس يعني نذر يتوزع من أذبح مطلوب يعني تذبح خروف مثلا النذر نعم زين زين طيب نعم نعم تسمع إجابة عندك سؤال آخر طيب الأخوة تسألت سؤالين تقول هل العقيقة لحم العقيقة الذي يذبح للطفل هل هي مطبوخة أم توزع مطبوخة أو نيئة شوفي أختي السنة وردت بأن يستحب العقيقة توزع مطبوخة توزع مطبوخة هذا من ضمن الاختلافات بين العقيقة والأضحية الأضحية يستنى أن توزع لحمد أما العقيقة فيوزع أن توزع مطبوخة لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة سابقا الناس معدها برادات معدها يعني مكان جيد لخزن اللحم ثانيا مو كل الناس معدها وقود وحطب وكذا تقدر تطبخ لذلك الطبخ يسهل عليهم العمل هو اللي يأخذ اللحم لازمه من نفسه اليوم يأكله إذا يبات رح يختلف يعني إذا موث ثاني يوم عفل ثالث يوم بعد ما ينكال اللحم مطبوخ يوفر على المقابل الطبخ أما في عصرنا إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة المقاصد هو انتفاع الناس من اللحم الناس الآن عدها برادات وربما أنت تطبخها فد طريقة ما يحبها المقابل جزء سوي مرقه هو يريد يأخذه شوي مصحيح فالآن المقصد الأفضل أنه وزعوه لحما لكن تطبيقا للسنة جزء منها اطبخوه اطبخو ووزعوا مطبوخ جزء منها حتى نأخذ بالسنة وحتى لا نخالف مقاصد الشريعة السامية وزعوا الباقي لحما يعني نيئا والناس هي تطبخو كيفما شاءت زين بالنسبة لتأخير لحم الأضاحي إلى المحرم تقول هناك من يقول لا يجوز هذه خرافات ليس لها أصل يمكن أن تدخر لحم الأضاحي يعني بالنسبة للدخار لحم الأضاحي لا يختلف عن غيره يمكنك أن تدخرها ويمكنك أن تأكلها مباشرة حتى لو ادخرتها في البرات سنة ليس عليك مشكلة إذا إلى محرم وإلى ما بعد محرم ليس هناك أشكال أبدا طيب بالنسبة للمطلوب نذر المطلوب نذر هل يجوز أن يوزعه نعم لا شك النذر يوزع بالصفة التي أنت ذكرتها إذا قلت هذا للفقراء يجب أن يوزع الفقراء ولا يجوز أن يأكل منه غير الفقراء حتى الأهل إذا لم يكنوا فقراء لا يجوز أن يأكلوا منهم أما إذا لم تذكر شيئا قلت نذر أذبح خروفا نذر أذبح خروفا هذا النذر لا يكون طاعة ما دمت لم تنوي فيه التصدق وأكلته أنت وأهلك فقط طبعا النذر لا يأكل من نذره النذر نفسه ما يأكل لكن أهله يأكلون ليس فيه مشكلة إلا إذا ذكر قال الفقراء حسرا وكان أهله ليس فقراء فهذا لا يجوز لكن ما دمت لم تذكر فنعم يجوز أن يأكل منه أهلك أما أنت فلا والباقي وزعه حتى يكون نذرك طاعة نعم هنا الأخت تسأل تسمي نفسها الأمل بالله تقول جدتي عندها ولد استشهد وهو غير متزوج والحكومة أعطتها إكرامية مبلغ بحدود دفتر نص طبعا دفتر نص بالمصطلح العراقي معناه خمسة عشر ألف دولار وجدتي عندها باقي من شباب وبنات وهم متزوجون هل يجب أن توزع المبلغ على جميع أولادها أو يكون هذا تطوع منها أو يكون هذا تطوعا منها أرجو الرد هذا المبلغ هو ليس إرثا هذا ليس مالا موروثا إنما هو منحة منحتها الدولة لأم الشهيد فإذا كانت هذا المال يعطى لمن صرف باسمه إذا الدولة كاتبها باسم الأم فهو للأم فقط إن شاءت أن تعطي أبناء هذا التطوع منها هذا هبة منها وليست ملزمة وليست مجبورة لكن إذا سجل بأسماء الأم والإخوة نعم كلهم يسجل أو كلهم يعطى بحسب النسبة التي صرفها لها لكن هو في الغالب ما دام يولد والبنات من الزوجين وهو غير متزوج الشهيد بحسب السؤال فهو يصرف للأم فقط يصرف للأم فهو حق خالص للأم تفعل به ما تشاء زين أم عمر من بابل تفضلي أختي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كشيخ الحمد لله بخير حفظكم الله كشيخ عندي أمي الوالدة نعم أنا حال أتخذ مرة تعبانه طيب ولا عجهراتي لا يعني تعبان قصدك بدنياً ولا مادياً لا مادياً نعم وعقلها يعني أهمه تمام حيل جاي ينصحها يعني بالصلاة وها يقول هي ما صلي صلاتها موشي مرة صلي وما توظى مرة يعني أسألك سؤال أختي أسألك سؤال ما معنى عقلها ليس تماماً بسبب الكبر؟ الخرف يعني صار عندها خرف نعم خرافات شوي الخرف بسبب كبر العمر يعني نعم كبر العمر نعم مزين طيب وشيخ يعني صير أمطيها الزكاة أنفقها بدون علم زوجي تعطيها من مالكي الشخصي أم من مالي زوجكي؟ نعم من مالي لا من مالي أنفقها يعني من مالي الخاص أنفقها بس أنا على مودة شوي هاي الصلاة أقول يصير يعني هي نوبات ما مستزنة بالصلاة مرة تلتزن مو شي تسمعيني إجابة أختي؟ جاء واضح واضح جداً سؤالكي نعم الأخ محمد من الأنبار تفضل أليكم السلام ورحمة الله وبركاته أليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب نجيب على الأسئلة الأختي التي سألت بأنها منذ أربعة عشر سنة لا تصوم بسبب مرض الشقيقة وإذا صامت يوماً فإنها تمرض بضعة أيام بسبب الشقيقة التي تؤذي من الصيام ومرض تكون مرضاً مزمناً هذه عذر لا يجب فيه الصوم على من كان عنده هذا المرض لكن يجب عليها الفدية يجب عليها الفدية لكن التي كانت لا تملك الفدية الإنسان الذي لا يملك قيمة الفدية لا يجب عليه لا القضاء ولا الفدية خلاص الله تعالى لا يحاسبه على ذلك بشيء بعض الناس يظنون بأن المرأة التي تبعني أنا أغلب النساء ربات بيوت ليس عندهن مرتب معدن رواتب إلا ما يعطيهن أزواجهن هذه المرأة التي لا يجب عليها الصوم بسبب مرض ومشاكل ذلك هل يجب على زوجها أن يدفع الفدية؟ لا يجب حتى لو كانت زوجها ميسوران الواجب عليها هي إن كانت تملك مالاً خاصاً وجب أن تدفع الفدية إن لم تكن تملك لا يجب لا يجب ولا عليها ولا على زوجها خلاص انتهى الموضوع ليس عليها الفدية ولا فإذا كنت أختي تملكين مالاً خاصاً بك ليس مال الزوج ربما عندك إرث ربما عندك وظيفة إذا كنت تملكين غير الذهب أنت ما ملزم تبيعين الذهب اللي هو زينة ما ملزم نتبيعين الذهب وتنطين منا فدية لا هذا ما يعتبر مال مو مال وحتى زكاة ما عليه لا تبيعين ما عندش فلوس لا تنطين خلاص فإذا كنت في تلك السنوات لا تملكين ليس عليك شيء ليس عليك شيء أما إذا كنت تملكين فنعم يجب عليك أن تؤدي عنها طيب سؤال آخر الأخت التي سألت بأن أمها فقيرة فقيرة مادياً ضعيفة جداً وعقلها بسبب الخرف قد اختل ولذلك تتقطع في صلاتها أو لا تصلي تقول هل يجوز أن تعطيها من مالها الخاص دون علم زوجها أختي شون يجوز يجب عليك أن تعطيها الأم إذا كانت ضعيفة حال يجب على أبنائها وبناتها الذين يملكون المال يجب علي من يساعدوها حتى لو كانت لا تصلي حتى لو كانت بكامل قوة العقلية وكانت لا تصلي معصية لله يجب عليكم أن تنفقوا عليها معصيتها بينها وبين ربها في النهاية هي أم بل حتى المرأة الكافرة إذا إنسان ربما مسلم وأمه يهودية أو نصرانية هو أسلام وأمه ما قبل التسلم وهي فقيرة وهي كافرة وجب على الأبناء أن ينفقوا عليها الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفاً ومن المعروف أن لا تتركه جائعاً أن لا تتركه فقيراً أن لا تتركه محتاجاً أختي أنفقي عليها وحتى لو رفض زوجك فالمال ليس ماله المال ما لك أنت أنت تذكرين منه مال خاص أختي أنفقي عليها وأما بنسبة بنسبة لها إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة الخرف ومرحلة ضعف العقل أو زوال العقل لا تجيب عليها الصلاة الصلاة تسقط عنها لأن العقل هبة الله وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب تسقط عليها الفرائض حتى في رمضان إذا لم تصم ليس عليها فدية طيب هنا الأخ حسين العاني يقول هل صلاة الظهر يوم الجمعة يكون بعد خروج المجامع أم قبل الخروج من البيت بالنسبة للرجال لا تجيب عليهم صلاة الظهر يوم الجمعة تجيب عليهم صلاة الجمعة فقط لا يوجد صلاة الظهر الأخ يسأل يقول يعني قبل صلاة الجمعة لا وراء صلاة الجمعة نصلي الظهر أخي لا صل الظهر إذا صليت الجمعة فلا تصلي الظهر لا قبل الجمعة لا بعدها خلاص هي صلاة الجمعة عوض عن الظهر أما كونه ركعتان فالخطبة تعوض عن ركعتين لكن المرأة أو الرجل المريض المريض لا تجيب عليه صلاة الجمعة إن كان الذهاب المسجد يؤذيه نعم أولئك يوصلون الظهر في البيت أما من صل الجمعة فليس عليه ليس عليه صلاة الظهر من صلى الجمعة إذن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وبقية كم هائل من الأسئلة لكن بسبب كثرة الاتصالات لم نستطع أن نجب إلا على النزر القليل من أسئلة الفيسبوك نعتذر من الباقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آل وصحابي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة